كأس العلم في قطر الحقيقة شكله حلو يعني شكل الملاعب والاستقبال والحاجات الجميلة بنشوفها الحقيقة في كأس العلم في دولة قطر بالتأكيد سعداء بتنظيم دولة عربية لهذا المونديال العالمي بالتأكيد طبعا التنظيم على اعلى مستوى ما فيش شكاو كتيرة ما فيش حد منتعد بنشوف منشآت بنشوف استوديهات بنشوف حاجات الحقيقة مميزة جدا 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 وده اندل على شيء فيدول على ان العرب قادرون على تنظيم اقوى واهم المنافسات في العالم وهو كأس العالم الاندية والحقيقة البطولة البطولة بدأت بها تشتغل يعني بدأنا نستمتع بها من ناحية الفنية يعني يعني كان دور المجموعات الحقيقة كان يعني مطشات قليلة او تعدى على اصابع اليد الواحدة كانت مميزة لكن النهاردة تتفرج على فرنسا وبولندا مطشة عالي قوي بتأكد فرنسا عمل مباريات قوية جدا وعنده تيم محترم وده استقرار خلي بالك الاستقرار الفني اللي موجود اللي موجود فيه منتخب فرنسا عندك ايضا السنغال مع انجلترا كانت مباراة قوي جدا ممتعة انجلترا كسبت تسة صفر وفرنسا كسبت بولندا تلاتة واحد طبعا كليان بن بايه هو نجم المباراة جاب جونين وسنع الجون التالت وعلى الجانب الاخر ليفي ليفندوويسكي هي ليفندوويسكي الحياة ضيع ضرب الجزاء وتعادل تاني وحطها بعد كده بعد ما ضيع ضرب الجزاء برضه فيه مباراة اخرى واضح انه هو يعني عايز يجيب اهدافه خلاص مش هم بقى منتخب بلده يعني بس القصة كانت صعبة عليه النهاردة لما ضيع ضرب الجزاء واتعادل وحطها مرة تانية المهم اللي انا عايز اقول لكم ان انجلترا مع فرنسا في دور التماني دي مباراة نهائي مبكر على طول كده لما برازيل تلاعب مثلا فرنسا نهائي مبكر لما انجلترا تلاعب برازيل نهائي مبكر لما انجلترا تلاعب فرنسا نهائي مبكر على طول على طول طبعا مباراة هتبقى حامية الوطيس هتبقى قوية جدا جدا ان شاء الله بإذن الله نستمتع بيها جميعا مباراة دور التمانية لسه طبعا في مباراة بكرة وبعده علشان يصل الى التمنفرق اللي صعدوا ليه دور الثمانية بكرة اليابان وكرواتيا والبرازيل وكورة الجنوبية برضو البرازيل وكورة دي مش سهلة مباراة مش سهلة مباراة من العار الثقيل كوريا عاملة مرشاة جمدة جدا اليابان ايضا عاملة مرشاة جمدة جدا يبقى اذا هنستمتع بكرة بهذه المباريات لان لو فرنسا في سكة انجلترا البرازيل انا 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 مرشح فرنسا والبرازيل في النهائي من زمان من قبل بطولة ما تبدأ قلت فرنسا مع البرازيل بس لو فرنسا قابلت البرازيل قابل كده معرفش اه اه مش في سكة بعض اكيد بيقولولي دلوقتي انه مسكت بعض يبقى انا اعتوقع فرنسا والبرازيل ممكن تخش معاهم اسبانيا مش الارجنتي طبعا في مباراة يعني نتمنى وبنحلم ان منتخب مغرب يتخطاها يوم الاربع يوم التلاتة مباراة المغرب مع اسبانيا المباراة قوية وصعبة للفرقتين حقيقة يمكن على الجانب الاسباني يمكن الفوز اقرب شوية لكن الجانب المغربي عنده تطلعات وعنده طموحات وقدمه طولة قوية جدا ان شاء الله بإذن الله منتخب المغربي شرفنا بإذن الله ويا سلام لو ساعد دول الاربع يا خبا ربي دول التمانية عفوا يا خبا ربي ده حاجة جمدة جدا 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 يعني لانهو تغلب على فرق كبيرة جدا ودخل على حساب كرواتيا اعتقد كافة مجموعة كرواتيا اللي هي كانت وصيف السنة اللي فات الكاسر العام اللي فات كرواتيا وبالتالي نتمنى ان شاء الله بإذن الله المنتخب المغربي كل التمانية الطبقة بإن شاء الله بإذن الله لدول التمانية لانه كرواتيا اللي كانت وصيف العالم البطولة اللي فاتت ساعدت تاني مع المنتخب المغربي وبالتالي وبلجيكا خرجت لعنة الفرعنة حلت على البلجيكا حياء لما كسبناهم في الودي حلت عليهم في الرسمي يلا منتخبات الحياة كبيرة المانيا بلجيكا خرجوا منتخبات قوية جدا واليابان وكوريا مكملين طبعا خريطة كرة القرية القدم سوف تتغير عقب هذه النتائج بس كل التمانية طيبة للمنتخب المغرب إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق